اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم شارك رئيس الجمهورية سيد سماعي العمر حفل اختتام مناورات الرعد الشمال التي قيمت شمال المملكة العربية السعودية يوم امس الخميس ووصفت هذه المناورات بانها الاكبر في المنطقة وتشارك هذه المناورات عشرون دولة عربية واسلامية من بينها جمهورية جبتي وتضمن العرض الختمي الذي شاركت فيه طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية ودبابات ومدرعات معركة افتراضية دامت ما يقرب من ساعتين ويقدر عدد القوات المشاركة في تلك المناورات ما بين 150 الف الى 250 الف جندي كما شارك اكثر من الفين طائرة مقاتلة واربعمائة طائرة مروحية ونحو 20 الف دبابة وتهدف هذه المناورات رعادي الشمال لتعزيز التعاون العسكري بين الدول العربية والاسلامية بعد انشاء التحالف الاسلامي العسكري كما تندرج هذه المناورات في اطار الحفاظ على امن العربي وحماية الشعوب ضد اي محاولات من الاعداء لزعزعة امنها واستقرارها والجدير بالذكرى ان المناورات رعادي الشمال للقوات التحالف العربي الاسلامي بدأت منذ اسبوعين وفي موضوع متصل تابع رئيس الجمهورية والوفد المرافق له ونظراءه الرؤساء الدول الشقيقة والصديقة تدريبات العسكرية المختلفة التي استمرت قرابة ساعتين وعرضت قوات المشاركة كافة فنول القتالية وتم استخدام طائرات مقاتلة ومدرعات واسلحة ثقيلة اضافة الى تدريبات فنية من اجل مواجهة اي تهديد سياق متصل وبعد انتهي مناورات رعادي الشمال بمشاركة عشرين الدولة عربية واسلامية شارك فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعيل عمر قيل مع دوبة عشاء اقامها الملك سلمان الراعصة وقادة وفود الدول المشاركة في مناورات رعادي الشمال في مدينة ملك خالد العسكرية بحفر الباطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتباحث لجانبان على علاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقائمة منذ الأزل وصبلت تعزيزها وتطويرها إلى عفاق أوصع وأرحب ترجمة نانسي قنقر رئيس الجمهورية سيد سماعي العمر والوفد المرافق له ونظرائه رؤساء الدول الشقيقة والصديقة صباح اليوم عرضا عسكريا من قبل قوات المشاركة في المناورات رعادي الشمال من الدول العربية والإسلامية التقى فخامة رئيس الجمهورية سيد سماعي العمر بنظيره السوداني السيد عمر حسن أحمد البشير في مدينة ملك خالد العسكرية للمملكة العربية السعودية وتبحث جانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والقائمة منذ الأزل والسبل تعزيزها وتطوير إلى أوفاق أرحب وأوسع ومن ضمن نشرتنا المحلية بدأ أمين الدولة للشباب والرياضة سيد بدول حسن بدول جولته في أرحيب وذلك بموادرة مع جمعية ريبر اسكوار ويهدف هذا اللقاء إلى خلق شراكة وثيقة مع أمانة الدولة للشباب والرياضة وهذه الجمعية هذا وشكر أمين الدولة للشباب والرياضة سيد حسن بدول حسن السيد بدول حسن بدول الجهد المتواصل عداتي تقوم بها هذه الجمعية والتي تأتي بنتائج فعالة على السعيد الوطني وناقش الشباب مع أمين الدولة للشباب والرياضة المشاكل التي يواجهونها في هذه المنطقة وفي كلمة له في هذا اللقاء قدم سيد بدول شكره إلى سكان حي أرحب على استقبال الحار الذي حاضي به وذكر سكان الحي واجبهم كمواطنين وحثهم على صحب بداقتهم الاقتراع والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر لإجرائها في ثامن من شهر إبريل القادم عقد أمس الخميس في الصفارة المملكة العربية السعودية في جيبوتي توقيع محظرا لتوفير ثلاثمائة واحدة إيواء للنازحين اليمنيين في جيبوتي وذلك في مخيم المركزية في إقليم أبخ بإشراف القائم بالأعمال في الصفارة السعودية لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حسن بن محمد الأحمر حيث قام بتوقيع هذا المحظر لكل من القائم بالأعمال في الصفارة خادم الحرمين الشريفين الأستاذ حسن بن محمد الأحمرية والمدير العام للشركة التركيا للبناء ومدير المكتب الوطني للغوث اللاجئ والمنكوبين في جيبوتي السيد حسين حسن درار ومدير إدارة مساعدات الإنمائية وتنموية لمركز ملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية السيد فهد سالم البكر ومناسق إدارة المساعدات الإنمائية والتنموية لمركز ملك سلمان الإغاثة إن هذا المشروع يندرج ضمن البرامج المتعددة الأهداف والتي بلغت خمسين برنامج للمساعدة وتخفيف عن المعاناة للشعب اليمنية حيث تجتمل وحدات إيوى على مرافق صحية وتعليمية كما تتلاء مع ظروف المناخية في أبوخ وأجرت هذه المناسبة بحضور المندوبين من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجدير بالذكر أن جمهورية تستقبل ألاف اللاجئين اليمنيين منذ بداية الأزمة اليمنية في هذا اليوم الحمد لله وتوفيقي تم تسليم الموقع الخاص ببناء 300 وحدة سكنية في مخيم اللاجئين اليمنيين في أبوخ والذي تم توقيع العقد مسبقا قبل تقريبا شهر في الرياض بحضور معالي الوزير الدكتور عبد الله الربيع المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية طبعا اليوم تم تسليم الموقع للشركة والذي يستغرق إن شاء الله بنائه في حدود المائة يوم تقريبا اعتبارا من هذا اليوم وهذا الأمر استمرارا للخدمات التي يقدمها المركز وتقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لإخواننا اللاجئين في اليمنين في أبوخ شمال جيبوتي وأيضا تقديرا للجهود الكبيرة والدعم اللوجستي الذي تقدمه حكومة جمهورية جيبوتي الشقيقة في دعم اللاجئين اليمنيين الذين حدث بهم الظروف إلى الانتقال إلى جمهورية جيبوتي الشقيقة وفي شأن محلي آخر نظمة الجمعية الإنسانية للحي سادس يوما مفتوحا لتوعية الناخبين للحصول على البطاقة الاقتراع وتهدف هذه المناسبة إلى توعية أهل هذه الأحياء إلى صحب بطاقات من انتخابية بغية مشاركة بكثافة وبشكل فعال في هذه الانتخابات وتضم جمعية النسائية في حي سادس العديد من الشبات والدعمات لسياسة تنمية المرسومة من قبل فخامة رئيس الجمهورية سيد اسماعي العمر قيلة كما تقوم هذه الجمعيات بالعديد من الأنشطة في هذا الحي وتناشد المواطنين إلى صحب بطاقة الاقتراع بغية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث تستمر هذه الفعاليات هذا الحي إلى وقت الانتخابات طام وفد من الإدارة العامة للأحوال المدنية بقيادة المدير العامة سيد إدليس ميقيل بور لزيادة إلى مدينة أبوخ وذلك لوضع خدمة رقمية للبطاقات في الإقليم المكلفة بالجنسية والمكتب الأحوال المدنية كما أشار وزير الداخلية سيد حسن عمر إن هذا المشروع يندرج في إدارة السياسة التي ينتهجها فقامت رئيس الجمهورية سيد إسماعيل مرقيل وذلك لتوفير تكنولوجيات الجديدة في البداقات الهوية لأحوال المدنية وفي هذا السدد نظم أول اجتماع في حاكمية أبوخ مع والي الإقليم المكلف بالخدمات الرقمية للبطاقة كما نوها حاكم أبوخ إلى أهمية إنشاء هذه الخدمة والتي سوف توفر للمواطنين أخذ جميع أوراق شخصية بدل الذهاب إلى العاصمة الشيبوتي قامت جمعية التنمية عاديم أمس الخميس بتوزيع الخطروات لقرية SOS لمركز سحي في مستشفى تجورة وجلت مناسبة التوزيع بحضور الرئيس الجمعية سيد حمد حسن حمد حيث تسلمت هذه الهيبة من الخطروات لقرية SOS بحضور مديرها حيث تم تسليم لمركز سحي في مستشفى تجورة والتي كانت لصالح المرضى المصابين بمرض السل وذلك بحضور رئيس الأدباء لهذا المركز هذا وقدم المسؤولون من بينهم حاكم منطقة تجورة سيد عبد الملك محمد بانويتا ورئيس مجلس الإقليمي سيد حسن حسين شكرهم إلى جمعية أديم على عملها النبيل تجاه إخوانهم كما رحبوا بالأنشرة التي قامت بهذه الجمعية برعاية أمانة الدولة للشباب والرياضة نظم الاتحاد الوطني للعبة كونفوشو بالتعاون مع الاتحاد الثوبي للعبة كونفوشو مساء أمس حفلا لعرض مهارات وفنون للرياضة كونفو وذلك في ملعب حسن قوليد أبتدون وشارك في هذه العروض الرياضية قرابة خمسين شابا بمختلف أعمارهم ومستوياتهم وقام بتنشيد هذه اللعبة رئيس الاتحاد سيد محمد علي الدبابة والملقب بماو وفي الختام قدم سيد مأو شكره وامتنانه إلى أمين الدولة للشباب والرياضة السيد بدول حسن بدول على رعايته بأهد المناصبة ودعمه اللامحدود جبوتي يعني بما يتعلق بموضوع مجيء ماستر لم نتقابل معه ممكن ولولا جبوتي موجودة إذن كان التدريب رائي جدا ونتمنى إن شاء الله أن تكون علاقتنا أحسن وأفضل من الذي الآن نحن فيه ستكون العلاقة جيدة رائعة وكذلك نشهد أن العلاقة قد أثرت لنمو المارشل أرت في كل الطرفين في بلد إثيوبيا وفي جبوتي كذلك إن شاء الله إذن عزائي المشاهدين حان الآن آذان صلاة المغرب حسب توقيت المحلي نعود إليكم بعد الآذان لنواصل ما تبقى من النشرة خاصة في الساحة الدولية فابقوا معنا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول 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 الله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هنا إليكم مجددا أعزائي المشاهدين وننتقل في الساحة الدولية خاصة في اليابان حيث تحيي الجمعة ذكرى الخامس لزلزال الذي ضرب سواحل البلاد ومحطة الطاقة النووية فوكوشيما داشي واتسونامي المد الجزري الذي أعقب الهزى المدمرة في الحادي عشر من آذار من عام 2021 المزيد حول هذا الموضوع نتبع تقرير منعي لابن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي قال إن بلاده ستبدل قصار جهدها لتتعامل تماما مع المشكلة وأكد أن يابان لا يمكن أن تتخلى عن طاقة نووية لا يمكن أن يكون هناك نهضة وولادة جديدة لليابان من دون معافات وشفاه شمال اليابان بهذا الإيمان الذي لا يتزعزع قدد تصميم على بناء شمال اليابان جديدة مليئة بكل الأمال وعادة ما تتزامن الدكرة مع مظاهرات مطالبة بوقف الاستخدام للطاقة النووية الزلزال في 2011 وموجات المدى البحري السونامي أدت إلى مقتل أكثر من 18 ألف إنسان ومساحة الأحياء الساحلية عن الخريطة شركة توبوك المشاغلة المفاعل فوكوشيما تنتظر الترتيبات الأخيرة من المسؤولين لبناء جدران وحواجز جليدية حول المفاعلات الأربعة لتجميد ومنع تضافق المياه الجوفية إذن عزائي المشاهدين نختم هذه النشرة باختيار وزراء الخارجية العربي يوم الخميس أحمد أبو غيثة أمينا عاما لجامعة العربية خلفا للنبيل العربي ليكون بذلك الثامنة أمين عام لجامعة العربية مزيد حول هذا الموضوع نتابع مجددا تقرير منعي لبي قال الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الخارجي البحريني ورئيس جلسة اجتماع وزراء الخارجية العرب نعلن تعيين أحمد أبو غيثة أمينا العاما لجامعة الدول العربية لمدة خمس سنوات احتبارا من أول من يوليو ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 شغل مصريون منصب لامينا العام باستثناء تونسي الشدلي القليبي الذي تولى منصب عام 1979 بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات كام ديفيد بين مصر وإسرائيل وعادت الجامعة العربية إلى قاهرة عام 1990 أبو الغيدة من مواليد 1942 وتولى منصب وزير الخارجي المصري من يوليو 2004 وحتى ثورة يناير 2011 وهو حاصل على باكلوريو استجارة من جامعة عين الشمس عام 1964 والتحق بوزارة الخارجية عام 1965 عمل أبو الغيدة مندوبا منوبا للمصر في الأمم المتحدة من 1987 إلى 1989 وفي عام 1991 عينا مديرا لمكتب وزير الخارجي وفي عام 1992 عينا سفيرا لمصر لدى إيطاليا ومقدونيا وسانمغيون وممثل لمصر لدى منظمة الفاو وفي عام 1999 عينا أبو الغيدة بمنصب مندوب مصر الدائمة في الأمم المتحدة وفي يوليو من عام 2004 عينا وزيرا للخارجية بعد ثورة يناير أعيد تعيينه في حكومة أحمد شفيق إذن أعزائي المشاهدين لا هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية المخصصة لهذا المساء قدمناها لكم من تليوزيون الجو تتقبلوا تحيياتي وتحييات الزميلة أو عبدي وزمالة مهندسية الصوت والصورة ونشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة